اشتركوا في القناة برحمتك يا رحمة الرحمن قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في تكملة رسالته إلى عبد الله بن سعيم مطوع أهل المجمعة قال رحمه الله قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون نعم فأهل الجاهلية كانوا مقرين بالأسمى والصفات ومقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى يقروا بتوحيد الألوهية هذا هو الذي يدخل في الإسلام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وهذا حق لكن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي لا يغفره الله بل لا بد أن يخلص الدين لله فلا يعبد إلا الله نعم لو أقر بالأسمى والصفات لم يدخله ذلك في الإسلام حتى يقرى بتوحيد الألوهية يقرى بتوحيد الألوهية وهو إخبات وجوب العبادة لله عز وجل وترك عبادتي ما سواه نعم أحسن الله إليكم ولو أقر بالربوبية لم يدخل في الإسلام فالمشركون مقرون بتوحيد الربوبية نعم أحسن قال بل لا بد أن يخلص الدين لله فلا يعبد إلا الله فيكون دينه لله والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب نعم حتى فمن أقر بتوحيد الربوبية لم يدخله في الإسلام حتى يقر بتوحيد الألوهية وإلا في المشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام نعم أحسن الله إليك قال رحم الله والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب نعم الإله هو المألوه بحق هو المألوه بحق فهذا الذي يدخله الإسلام إذا أتى مع توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية فهذا هو المسلم حقا وأما من اقتصر على توحيد الربوبية فهذا لا يدخله في الإسلام لأن المشركين كانوا مقرين به هنا معنى قول الشيخ رحمه الله والإله هو المألوه المألوه ما معنى؟ المألوه المحبوب أحسن الله إليك وقال أيضا وأطال رحمه الله الكلام يعني ابن تيمية رحمه الله وقال أيضا في الرسالة السنية التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون إلى بعض الصالحين ويغلون فيه فذكر حديث الخوارج ثم قال فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ممن ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة نعم فالإقرار الإقرار بتوحيد الولوهية دون الامتثال له والعمل به لا يدخله الإسلام وإلا فالمشركون كانوا مقرين بذلك بتوحيد الربوبية نعم أحسن الله إليك قال فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين وذلك بأمور يقول الشيخ الإسلام يقول الشيخ الإسلام بن تيمية إن بعض المقرين أو كثير من المقرين بتوحيد الربوبية كانوا كفارا لم ينتقلوا من الكهر إلى الإسلام لأنهم لأنهم غير مقرين ولا ممتفلين لتوحيد الألوهية نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين وذلك بأمور نعم المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين وذلك بأنواع من أنواع الردة نعم أحسن الله إليك قال وذلك بأمور منها الغلو الذي ذمه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح ونحوه فكل من غلاء في نبي أو صحابي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو أنا في حسبك ونحو هذا فهذا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل نعم هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أقر بتوحيد الربوبية ولكنه يجحد توحيد الألوهية وينسب أحدا من الصالحين بأنه بأنه شريك لله في أولوهيته فهذا كافر بإجماع المسلمين كما ذكرنا نعم أحسن الله إليه قال فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد ولا يدعى معه إله آخر هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الولوهية فإنه كافر بإجماع المسلمين وإن زعم أنه مسلم أو ادعى له أحد أنه مسلم نعم أحسن الله إليك قال والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والتماثيل والتماثيل المصورة على صورهم لم يكنوا يعتقدون أنها تنزل المطر وتنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يدعون أنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى فرد الله عليه قل لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون نعم أحسن الله إليك قال فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عباده ولا دعاء استغاثه وأطال الكلام رحمه الله أطال الشيخ تقي الدين أطال الكلام في هذا لأن الذين يجهلونه كثيرون ممن يدعي الإسلام فلذلك الشيخ الإسلام بن تيمية أنكر عليهم وذكر أنهم لم ينتقلوا من توحيد الربوبية إلى توحيد الولوهية بل هم باقون على شركهم نعم وهم يزعمون أنهم مسلمون نعم قال الشيخ محمد عبدالهاب رحمه الله فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل النظر الذين يدعون العلم ومن أهل العبادة الذين يدعون الصلاح نعم تأمل كلام الشيخ تقي الدين وأنزله على هؤلاء الذين يدعون العلم وهم لا يعرفون توحيد الولوهية بل هم مقيمون على توحيد الربوبية فقط وهذا لم يدخلهم في الإسلام بل لا يزالون على شركهم نعم أحسن الله إليك وقال في الإقناع في باب حكم المرتد في أوله فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته إلى أن قال أو استهزأ بالله أو رسله قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا نعم هذا في كتب الفقه في كتب الفقه أن من لم يتبرأ من الشرك في الولوهية ويقتصر على توحيد الربوبية ولو أنه تبحر فيه فإنه لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليك إلى أن قال أو أنكر الشهادتين أو إحداهما فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك تأمل هذا الكلام بشراشر قلبك يعني فيه عروق قلبك فإنه كلام عظيم مفيد يفيدك معرفة التوحيد الذي هو حق الله على عباده نعم أحسن الله إليك قال الشيخ محمد رحمه الله وتأمل هل قالوا هذا في أشياء وجدت في زمانهم واشتد نكيرهم على أهلها أو قالوها ولم تقع هل أهل العلم قالوا هذا الكلام على أناس في زمانهم واشتد نكيرهم على من قاله في كتب الفقه فكيف بكتب التوحيد نعم أحسن الله إليك وتأمل الفرق بين من جحد الربوبية والوحدانية والبغضة لما جاء به الرسول نعم الفرق واضح بين هؤلاء وهؤلاء أحسن الله إليك وقال أيضا في أثناء الباب ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يجب عليه اتباعه أو أن لغيره خروجا عن اتباعه أو قال أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو قال إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كفر في هذا كله من اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أن من زعم أن الخضر أنه يعلم من الشريعة ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو زعم أن أحدا يسعه الخروج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمسلم بإجماع المسلمين نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا خير الجزاء وأوفا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر